ما الذي يحول دون حلها لغاية الآن ومن المستفيد من عدم حل هذه الأزمة لا هو الحقيقة إذا حل الأزمة بشكل تام هذا الموضوع يعني متشعب لأنه هي صناعة الكهرباء صناعة معقدة فعلا وأيضا هناك أسباب أخرى أسباب إدارية واقتصادية وربما حتى تدخلات سياسية تجعل هذا الأمر صعب الملال وإحنا عدة مرات بكة حتى على شاشتكم وشاشات القنوات الأخرى حذرنا أنه ربما نحتاج إلى عشر سنوات لاستقرار المنظوم وإذا ما أصبح تحديد تام لكل قطاعات الإنتاج والنقيل والتوزيع يعني عندنا محطات اللي أنشئت من 2008-2007 محطات غازية حتى عمرها الزبنة الآن يفترض أنه تقريبا انتهت لكن الوزارة تبدل جهود كبيرة في استمرار عمليات الصيانة لعدامة عمر هذه المحطات حتى يكون هناك صحيحة ربما ينخفض الإنتاج لكن مع ذلك هذا المتوفر يساعد الوزارة في أن يكون هناك إنتاج مناسب في نفس الوقت الخطط اللي اعتمدتها وزارة الكهرباء في إدخال الدورة المركبة لا بعث بها ممكن أزادة الإنتاج في الطاقة الكهربائية لكن هذا الانتباه في الإنتاج ويقابله تقصير في موضوعة نقل الطاقة الكهربائية وقطاع التوزيع أي تجهيز المواطنين بشكل مباشر هذا مع الأسف كل الحكومات السابقة لم تعطيه أهمية كبرى باعتبار أنها كانت تركز على قطاع الإنتاج بالدرجة الأولى صحيح هي اهتمت بهذه القطاعين النقل والتوزيع ولكن قطاع التوزيع أكثر سخونة في هذا الاتجاه باعتبار هذا يلامس حياة المواطنين يعني ممكن أن تنقل تنشي محطات أو تنقل مناقلات وقودية بين المحطات مختلفة وهذا الأمر بإمكانك شراء الوقود أو تجهيز وزارة النفط بالوقود المناسب لكن تجهيز المواطنين هو الذي يتأثر بشكل مباشر بدليل أنه رأس المواطنين تفض باعتبار أنه بدرجة حرارة عالية ولا يستطيع تحملها وهذا من حبة الحقيقة يفترض أنه يعني حتى تحل الأزمة بشكل متكامل يجب أن يكون هناك يعني خطة خطة طويلة الأمد طويلة الأمد أو خذ نرتكن إلى الخطة السابقة في الحكومات السابقة يعني أنه خطة خمسية خطة عشرية تتكفل بها الحكومة والحكومات التي تأتي وراءها لاستكمالها في جميع القطات تحديد قطاع الانتاج وتحديد قطاع النقل وتحديد قطاع التوزيع وهذا صح يتطلب أموال لكنه ليس هذا الأمر فقط هو الكفيل بإنهاء الأزمة وإنما قرار سياسي قوي باتفاق جميع الأطراف على إنهاء هذا الملف لأنه ما معقول الآن كل هذه السنوات وكل حكومة تقوم بحلول آنية والحلول الآنية طبعا صحيح هي تحل مشكلة ولكن لا تحل المشكلة بشكل رئيسي ويبقى المواطن يعاني خصوصا أنه العراق هو لديه إمكانات مالية هائلة ويبقى حتى الاستثمار في هذا المجال ممكن الاستثمار في قطاع التوزيع وفي قطاع النقل يعني يجب أن تحديث أساليب إدارة الأزمة لا يبقى أنه فقط القطاع الحكومي هو المستبر في هذا الأمر وتعرف القطاع الحكومي هناك يعني موازنات مختلفة قد تذهب باتجاه جيد وباتجاه تخفيض حسب ظروف العراق وحسب ظروف إمكانات المالية